اهلا بحضراتكم في هذه التغطية انطلقت فعليات ملتقى تطوير المناهج رؤى وتجارب الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع منظمة يونسيف مصر حيث اكد دكتور رضح جيازي وزيرة تربية والتعليم والتعليم الفني من خلاله ان الملتقى يعد بداية لسلسلة من الفعاليات المستقبلية وان مصر لديها 25 مليون طالب في التعليم المصري موضح ان التطوير خطة دولة وان الوزارة تستكمل منظمة التطوير التي بدأتها بالمرحلة الابتدائية والان يتم استكمالها بالمرحلة الاعدادية وقريبا سيتم تطوير مناهج المرحلة التنوية لانها في اشد الاحتياج للتطوير كما اكد الوزير ان الوزارة تستهدف اعداد مناهج قابلة للتنفيذ والتطبيق مشيرا الى ان النظام التعليمي هو منظمة متكاملة تسير بالتوازي على مسارات متعددة ومتداخلة ومرتبطة ببعضها البعض بالاضافة الى اكتساب مهارات المنافسة في سوق العمل واوضح دكتور رضح جازي ان الثورات الصناعية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي غيرت جميعها من شكل ومواصفات وظائف المستقبل وعليه تبدل وزارة التربية والتعليم المصرية جهودا كبيرة لتطوير المناهج التعليمية وفقا للنظام التعليم الجديد ودمج التحول الرقمي في التعليم بالشكل الذي يحقق نواتج التعلم المرجوة ويتوافق مع المواصفات المطلوبة لخريج المستقبل مشيرا الى ان جيل الطلاب الحالي هو جيل رقمي جيل قادر على الابداع وتنمية التفكير والتعامل بين الموضوعات الدراسية من حيث التركيب الوظيفة والوصول الى الاسباب والنتيجة كما اشار الوزير الى انه لا يمكن فصل دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقات التكالي الصناعي عن اعداد مناهج جميع مراحل التعليم قبل الجامعي ولا يمكن ان يتم ذلك بمعزل عن اعداد المعلمين وتنميتهم المهنية ولا يكتمل ذلك كله بدون نظام حديث ومتطور للتقييم قائم على نواتج التعلم المستهدفة وعلى رأسها مهارات التفكير العليا ايضا قال وزيرة تربية التعليم كاي خطة عمل موثوقة ومبنية على اسس ومنهجية علمية خطتنا للنهوض بالتعليم المصري هي خطة ديناميكية يتم تنفيذها على مراحل تأخذ في اعتبارها التغييرات المتلاحقة ولم تسارعها على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي وايضا تقييم ما تم سابقا وتبني ما سيتم مستقبلا وفقا لرؤية موضوعية واوضح الوزير ان اطلاق الملتقى الاول لوزارة التربية والتعليم الفني يهدف لمناقشة مناهج الحلقة الثانية من التعليم الاساس وهي المرحلة الاعدادية قائلا هنا اذكركم واذكر نفسي انه عندما ابتعد التعليم عن التربية وعندما ابتعد المنهج عن الحياة وايضا عندما ابتعدت المدرسة عن المجتمع شعر الابناء بالغربة وتحول تعليم الى عبء ثقيل وتأثرت جودة حياة الاسر المصرية وفقدت تعليم متعته وقيمته واثره الباقي واصبح اداء الواجبات المدرسية مصدرا من مصادر الازعاج والاحتقان اليومية مؤكدا ان التواصل يعتبر شرط من شروط جودة التعلم وتحقيق اهداف وهذه الاطراف هي المتعلم واسرته ومعلمين ومدرسته نستمرين في تغطية اخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا لحضرتكم